وصفت بقمة الفرصة الأخيرة لإنقاذ الأرض هكذا انطلقت نسخة كوب 27 في شرم الشيخ المصرية بمشاركة 197 دولة حول العالم التي اتعنى بالمناخ وتغيراته وانعكاساته السلبية على الأرض سيمت دول النامية فيها الفرصة الأخيرة للإنقاذ جاءت وفق خبراء بعدما وصل العالم إلى تحديات خطيرة في قضايا المناخ المختلفة في مقدمتها الكوارث الطبيعية والحرائق والتعامل البشري غير الصحي مع النفايات وانبعاثات الغازات السامة وغياب المشاريع الفاعلة للزراعة في دول عدة ما دفع العالم إلى أزمة غذائية ساهمت الحرب الروسية على أوكرانيا بتصاعدها وقمة المناخ في مصر تأتي استكمالا لوعود والتزامات دول صناعية كبرى تجاه الدول النامية لمساعدتها بمواجهة التغير المناخي حيث توصلت قمة العام الماضي في غلاسكو ببريطانيا لاتفاق تقليل حجم المخاطر البيئية وهي الاتفاقية الأولى من نوعها بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة الحرارة في الكوكب العراق الأكثر تضررا بقائمة الدول التي أنهكها الجفاف والتصحر وشح الأمطار وانخفاض مناسيب المياه في الأنهر وتعرضه لعواصف غبارية شديدة لم يعهدها من قبل لذا فإن الوفاء تجاه دعمه يأتي في مقدمة الوفاء للدول النامية وهو ما حرص عليه مسؤول الدول العربية باجتماعات ثلاثية وخماسية على أن تكون الزراعة والتحضير وحلول أزمة المياه على رأس أولويات العمل المشترك بين تلك الدول تعهدت كذلك الدول المشاركة الوفاء بتمويل المناخ بقيمة 100 مليار دولار لتأتي القمة بنسختها المصرية معززة تلك الأهداف وساعية لتطبيقها خصوصا بعد تحذيرات شديدة اللهجة من الأمين العام للأمم المتحدة ودول متقدمة وكذلك دول عربية لما تتأثر منه الأخيرة سيما منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر الأضعف أمام مواجهة التغير المناخي لارتفاع الحرارة فيها وظروفها الاقتصادية